هي المشاهدة التي شهدتها إحدى الجامعات في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية بين الشرطة ومجموعة من الطلبة ليلة هذا الأربعاء عندما حاول عدد من الطلاب الدخول إلى نقاشنا شارك فيه ديفيد يوكا القائد السابق لمجموعة كلوكلوس كلاين العنصرية الشرطة استعملت الغاز المسيل لدموع لتفريق الطلبة ومنعهم من اقتحام قاعة النقاش وتقول إحدى الطالبات لقد غط الغاز المسيل للدموع وجه ويداي وقميصية يأتي هذا النقاش في عقب إعلن إحدى الصحف التابعة لحركة كلوكلوس كلاين دعمها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو ما شجبته الحملة الانتخابية لترامب